موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهدنا على العصر حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الرئيس التونسي السابق الدكتور المنصف المرزوقي سيد الرئيس مرحبا بك أنت كده موضوع ترشحك لرئاسة الجمهورية أردت أن تضرب بن علي طب أنت هنا أنا أضربك رغم ما يقينك التام أنك لن تنجح هي قصة بدأت في 92 تقريبا جاني واحد كنت أعرف أنه مخبر هو صحفي مخبر فبدأ يحكي معي هل تلوي تترشح للرئاسة قلت طبعا أنا تترشح للرئاسة أنا عندي حق من الحقوق أنني كرابتي لأنه أنا ذاك هم عملوا شرط أنه المرزوقي يجب أن يخرج من الرابطة لما يصفير فيه مؤتمر لا يترشح قلت لك طبعا أنا سترشح لا لا قل لي لا مش مترشح الرابطة لا رئاسة الرابطة رئاسة الجمهورية والله يقسم برب الكعب أنه هو الذي وضع فينا فكرة هذا ما حدث لم أكن أفكر مطلقا في القضية كنت أفكر حقيقة في رئاسة الرابطة مع أن ابن علي كان ينافس أصغر موظف في الدولة في رئاسته لأي مؤسسة طبعا فما بالك أن تضربه في رئاسة الدولة أنا ذاكي فهمت لي ثم نقطة ضعف عند هذا الرجل أنا ويخشاني يخشى أن أترشح للرئاسة الجمهورية فأصبحت أقايض بها ورقة ضعف ليلة المؤتمر جاني واحد منهم قلت له شوف خلي هذا قل صاحبك هذا الرئيس قل له قال لك المرزوقية اترك الرابطة تعمل لا تتدخل في شؤونها وأنا لن أترشح لن أترشح لرئاسة الجمهورية اطمئن على هذا فطبيعة حال موقفهم كان معاكس وهجومات وكذا فخرجت من فخرجت من وأنا أقرر أنني سأترشح ضد هذا الشخص ثم جاءني نوع من قلت لا القضية ما هيش قضية شخصية قضية أنه يجب أن نضرب هذا الشخص أنا ما عنديش حضوظ كبيرة للنجاح لكن فيه شخص اسمه حمد المستيري الذي يمكن أن يجمع حولنا نعم كذا وهذه ستكون ضربة سياسية سندلنا شاهدته على العصر فذهبت إلى حمد المستيري هذا قبل أنه قتله شوف هذا الشخص خطر على البلاد يجب أن يرحل على الأقل نحرجه من الناحية السياسية تترشح أنت محمد المستيري وأنا أدفع خلفك وأجمع لك فرفض محمد المستيري هو رجل لم يكن يريد المواجهة كان أعجز من أن يواجه هذا الشخص وانسحب وترك ليست قضية أعجز الرجل واجه برقيبة في مواجهات أقوى من هذا لكنه في بن علي لم يواجه كل إنسان له مرحلة أنا من حق أن أقول أنه ليست مرحلتي ربما أنت ترى أن يجب أن أدخل لكن أنا ليه تقديرات أنا خرجت من ذلك اللقاء محمد المستيري غاضبا هو له أن يقدر أنت رايح تقترع عليه تقديرا غير تقديره أيضا لا تظلم الرجل أنا لا أظلمه أنا أعطيك مشاعري وأنت لا تظلمني خليني عندي الحق في التعبير عن مشاعري ما هو تعبر بس أيضا أنت لا تظلم شخصا غائبا أنا أتبنى وجهت نظره أنا لا أظلم هذا الشخص أنا أقول أنه كان غير قادر على مواجهة بن علي أو غير الراغب المهم هو أنه أنا ذاك لم أجد وسيلة أخرى غير أن أعلن أنا ترشح وكنت أعلم أنها يعني مغامرة وأنني أغامر بالكثير وأغامر حتى بحياتي لكن قلت أنه هذا الحل الوحيد أنه طيب أنت ما تحكي تقول إحنا في ديمقراطية وحقوق الإنسان طيب خلي شو مشكلتك مشكلتك أنه مواطن يترشح فكان هذا يعني موقف سيادي إن صح أتعبيرك سيادي شخصي وموقف أيضا أنه إحنا لابد أن نتقدم بش هذه قصة أنه ما فيش شخص يترشح الرئيس الجمهوري في دولة ديمقراطية في آخر القرن العشرين وين صارت هذه ف وبين قوسين أنا أجبرته بهذا الترشح على أن يمر من مرحلة الأحادية إلى مرحلة التعددية المزيفة وكنت أعرف أن مرحلة التعددية المزيفة اللي هو بعدين بعد هذا العمل يلاحظني في السجن في الانتخابات الأخرى تسعة وثمانية تسعين على ما تذكر ثم ألفين وعربعة وآلفين واثنين يعني اضطر أنه يعمل هذه التعددية المزيفة التي رفضها ثم بعد كنت أعلم أنه بعد التعددية المزيفة السعدات التعددية مرحلة التعددية حقيقية المهم هو أني بعد انتخاب يعني تقريبا بعد 20 يوم من ترشحي وعملوا لي قصة أربعما سأحكيها لكن متهموني بسرق السيارة ومنعوني من الحركة و المهم هو أنه حالة ما طلعت نتيجة الانتخابات الرئاسية من غد واجتنا في أربعة عشهر حبس انفرادي التهمة اللي اعتقلوك فيه لم تكن منك تهمة هما كانت جملة من التهم كلها بايضة من جملتها انني صرحت لجريدة اسبانية بانه الحزب الشيوعي مش عارفش يعني كانت لخبطهم ونفسهم ما كانش عارفين شو التهمة هي كانت بالنسبة يعني كانت بالنسبة ليهم هما تجسرت على ما يعتبرون حق من حقوقهم ايه اللي تمثلته تجربة الاعتقال بالنسبة لك اولا اكتشاف السجن اكتشاف العزلة كنت في سجن انفراضي 23 ساعة وحدي كانوا خرجوني نصف ساعة صباح ونصف ساعة هل تم معك التحقيق في اي شيء ولا فقط اعتقال لا تم تحقيق لكن تحقيق بسيط يعني مع الاعتقال انا اتذكر انه بعد شهر تقليل جاني مدير السجن قال لي اكتب رسالة اعتذار لابن علي وانتهى الموضوع قطلو انا اكتب رسالة اعتذار فذهب وتورطوا لانه ما عنده مش تهمة كل تهمهم تهم باطلة وكلنا استعرف ان هذا كان عقاب على ترشحي وبقيت في اربعة شهر وهي تجربة السجن تجربة مريرة اولا الاعتقال هو انا لم اتعرض لأي سوء جسدي لم اتعرض الى اي تعنيف جسدي لكن الاعتقال الاعتقال انفرادي نوع من التعذيب نوع من التعذيب لانه الانسان اجتماعي بطبيعة على فكرة غيروا القوانين في مصر فقط قبل ايام قليلة واصبح بعد ما كان الاعتقال الانفرادي لا يزيد عن خمسة عشر يوما عدلوه اصبح ستين يوما ستين يوما يعني انا كان اربعة شهر يعني دون ان يصل الانسان الى مرحلة الجنون اه فعلا 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 انا اتذكر شيء اللي كان يعني الزنزانة اللي بجنبي شخص اعتبر انه كان يحاول الهروب من الجنون لانه كان يقرأ القرآن 24 ساعة 24 ساعة 24 ساعة هو يقرأ في القرآن الى درجة اني انا نفسي اصبحت يعني واعتقد انه كان يحارب الجنون بهذه بهذه الكيفية وشوف الصدف لما يعني اصبحت رئيس وكنا عملنا عملنا كان عندنا يوم السبت كنا نعمل محاضرات ثقافية في القصر وكان يأتي العديد من الناس مرة عملنا محاضرة على حقوق الانسان ودعوت العديد من المساجين السياسيين للقدمة وحكيت هذه القصة انه انا كنت اسمع رجل يرتل القرآن تقريبا طول اليوم طول اليوم فلما انتهت المحاضرة جاءني شخص قال لي الشخص الذي كان يرتل القرآن هو انا فقبلته وحظنته وبكينا معا بس ما تعرف ما تذكر اسمه يعني شوف الصدف كان في ضغوط دولية على بن علي من اجل الافراج عنك وصلت من اول يوم حتى رئيس جنوب افريقي انزاك نلسو مزيلا تدخل وربما كان تدخله لعب دوره في الافراج عنك انت بعد الخروج من السجن الان بن علي سيطر على كل شيء على كل شيء صارت المنظمة التونسية لحقوق الإنسان او الرابطة تحت اليد ماذا قررت ان تفعل الآن انا اتذكر الساعة عشرة جاءوني من السجن وقالوا لي ستذهب الى حاكم التحقيق اخذوني على حاكم التحقيق في ظروف لا اصفها لك يعني مع المساجين الحق العام مقيد الاخرية واتوبي الى قاعة المحكمة في زرداب او دهليز تحت يعني قصر العدالة تبقى في ظروف لا اصفها لك بعد ذلك يدخلوني على حاكم التحقيق وسائلهم واحدة وسائل الازلال والتنكيل والاهانة واحدة هذا الشخص يعني محاكم التحقيق بدأ يسألني فكرت انه للمرر الرابع والخامسة يسألني على كذا وكذا وفي الاخير لمحلي قال لي اذا اطلقنا صراحك فماذا ستنو يتفعل قطلوا للتنميز تطاق صراحي من الغد سأعود للنظار من الغد قطلوا هكذا بلاجة التحدي يا دكتور قطلوا من الغد سأعود بعد قلوا يا اوكي يلا ماشي فتصورت انني سأبقى اربعة شهر رجعونا في ظروف والله اتذكر انه يعني اخذونا في يعني حافلة هذه وكنا تقليل بمئة شخص في مكان لا يرفع العشرين كادة ان يغمع علي لما وصلت الى الزنزانة هم يعطوك سطل المال لأعراضك لليوم كامل فهرقته كله واخذت دوش وقلت مش مش كلا حتى ساعة اثنين دق الباب يلا اجمع أعراضك قلت وربما سيأخذوني الى سجن في مكانا اخر فذهبت الى مدير والمدير قال لي اطلق صراحك يعني فهمت الى هم الى اخر لحظة حابوا يبتزوني انه لا تناظب في شيء ما اقولش اني منها الغد رجعت للنظام لكن بسرعة اتصلت بكل الاخوة اللي بقاوا بالاساس سيام بن سدرين ومصفى بن شعفر وخديجة الشريف ويعني ناس فاضلين من الناس قلنا له اي اسماء تذكرها اذكرها اكرما لها خديجة الشريف مرة فاضلة سانا بن عشو اللي هي سهمت معنا في بناء المجلس البطني للحريات توفيق بن بريك الذي كان ايضا معنا في تلك الفترة نجيب حسني مصفى بن جعفر سيام بن سدرين هم هم تقريبا النواة التي كنا ايضا راضي نصراوي اللي كانت كنا نشتغل وانذاك كنا قريبا بعضنا البعض ومن بعد فرقت بيننا السياسة اللعينة يعني كانت هذه المجموعة هذه كان هناك شخص اسمه صدري لخياري ايضا فنان وكنا نجتمع في بيته وجلسنا مع بعض قلنا شو نعمل صار فيه اختلاف الناس تقول لابد نعود الى الرابطة ونفتكها وناس تقول لابد نعمل حزب سياسي نعمل جبهة ديمقراطية وبدأنا في التفكير في جبهة ما كنتش خايفين من النظام لا بدنا احنا كنا انا الذي رفعت في وقم الأوقار الشعاء رأصبح مشهورا لا خوف بعد اليوم احنا كانت مشكلة يعني انه لا نخاف ولا نختفي يعني العمل لا يكون سري يعني كل العمل بالوضوح وبطبع الحالبوليس كان يتعاقبنا بقنا تقريبا سنة او سنتين قبل ان نتفق على قيام المجلس الوطني للحريات الذي كان هو بديل الرابطة المنظمة الحقوقية انتوا اسستو في اول عام سبعة وتسعين نعم هذا بدأنا مين شاركوك في التأسيس؟ المجموعة اللي حكيت لك عليها يعني خديجة شريف ايه هدفك من تأسيس المجلس؟ انه الرابطة انتهت الرابطة وقع للسطو عليها طبعا غير رسمي طبعا غير رسمي النظام لم يعترف بكم احنا مشكلة يعني انا قلت لهم هذا النظام لانا اعترف بنا لكن احنا سننطلق من مبدأ انا ذاك سميته مبدأ حقوقنا نمارسها ولا نطالب بها احنا سنبعد لهم اشعار اننا بدأنا كذا وانتم عملوا كذا وفعلا هذا ما تم ايه رد فعل النظام؟ رد الفعل النظام هو اعتقالات ويعني استجوابات وتهديدات ورفض الرخصة التي طلبناها ككل لأمور رمزية وصار فيه وانا اذا افخر بشيء هو انه ذكر انت قلت لشنية الوسائل انت قلت استساعد لها احنا قلنا الحاجة لان التعذيب رجع بكيفية رهيبة وراجع بالسجون قلنا احنا سننشر قائمة الجلدين سننشر قائمة الجلدين واشتغلنا على تقريبا 120 اسم زباط وخبراء في التعذيب وخبراء في التعذيب فقررنا نشر هذه القائمة ونشرناها فعلا نشرناها على الانترنت واتذكر ليلة التي قررت لانا وصار فيه اخر مرة الناس خافت يعني البشر هم البشر بعض الاخوة قالوا لا وضعي ربما مغامرة وخطيرة أنا كنت من الناس قلتوا لهم شوفوا إذا لم تنشر هذه القائمة فسأستقيل أجبرتم يعني على نشر هذه القائمة نشرت القائمة وأنا أتذكر لما ودعنا بعضنا على أساس أنه سنذهب كلنا إلى السجن وأنا متعود عليهم يعني يعني أعرف كيف يأتون في الليل وحضرت حضرت أشغالي وكذا حضرت شنطة ملابسي وشنطتي وكذا ونمت في البيت على أساس أنه سننام في السجن فالذي حدث هو عكس ذلك لم يتجاثروا على اعتقالنا وجاتنا معلومات أنه التعذيب خف كثيرا وخاصة في السجون لأنه كان يمارس بكثرة في السجون مما معناها أنه هؤلاء ناس اكتشفت أنهم يخافون ولا يستحون وأنا ذاك يعني بلورت هذه الفكرة أنه لا خوف بعد أنا عايز النقطة دي بصفتك خدت خبرة طويلة في موضوع حقوق الإنسان والتعذيب وغيره لأنه دي نقطة مهمة هؤلاء الذين يتجاثرون بقوة على المعتقلين هم أضعف وأجبن من أي شيء طبعا أنذر خلق الله أنذر خلق الله لأنه نحن نشوف ربما استمعت إلى الشهادات ضحايا التعذيب نعم في التعذيب هذه كانت مؤلمة جدا يعني كانت مؤلمة جدا وكنت نعرف الكثير والكثير من كثير من التفاصيل يعني المشكلة هي فلسفية هو كيف إنسان طبيعي زي وزيك بالضبط زي وزيك قادر أن يرتكب مثل هذه المبيقات وهذا الموضوع لم يحير فقط التونسيين أنت لما تقرأ مثلا عن بس هناك بزرة خبيثة داخل الإنسان الذي يقبل هذا لا يمكن لإنسان سوي أن يقبل أن يعذب الآخر بهذه الطرق البشعة والآخر مين الآخر مش صهيوني ولا الآخر ابن عمه أخوه قريبه شوف للأسف الشديد في طبيعتنا البشرية في طبيعتنا البشرية ربما نحمل السوء والشر داخلنا أنا هذه قناعتي وأننا نحن نحارب دائما وبدأنا حتى نتغلب على هذه نزعة السوء تجي ظروف معينة يجي فيها مثلا واحد مثل هذا بن علي الذي هو بالنسبة لي يمثل الشر المطلق ويطلق تلك الغرائز وهناك عدد معين من الناس عشرة في المئة عشرين في المئة الذين تجد فيهم هذه نزعة الشر وعندما تطلق لهم الغرائز التسلط والقوة وكذا كذا يرتكبون ما لا يستصوره إنسان أنت اختطفت من قبل الأمن في خمس عين وتسعة وتسعين اختفيت يومين ايه هم أنا كانت أنا ذاك كنا في بعد إظهوري في ثمانية وتسعين وتسعين أنا أتذكر أني كنت ماشي في الشارع فشعرت بشخص يعني أخذني بقوة ودفعوني في السيارة وانطلقت السيارة زي الأفلام أنا قلت مرة هذي سيذبحوني يعني كنت شبهة أنه الآن حياتي انتهت وجه لك اتهام بتشكيل ودعم جمعية غير معترف بها وتوزيع منشورات تهدف إلى إرباك النظام العام وقائمة التهم المعتادة بالضبط هذا على قصة المشلس الوطني نعم طبعا دي فضلت قضية تدول في المحاكم ومنع السفر أنا لاحظت في قضية منع سفر جديد اللي هي استمرت ل 17 ديسمبر 2000 إن المحكمة أيدت حضر سفرك ولاحظت إن عشرات المحامين كانوا بحضروا معاك دائما يعني كانت تتحول إلى محاكمات للنظام وليس محاكمة لك بب بب إيه أشكال المضايقات الأخرى الآن أصبحت ممنوع من السفر النظام يحاربكم على الجمعية اللي أنتو أسستوها ولفقولك تهمة بسرقة سيارة حكم عليك في 30 ديسمبر 2000 بالسجن سنة بتهمت الانتماء لجماعة محظورة وترويج معلومات محاموك انسحبه من الجلسة احتجاجا على القاضي يعني كانت تحولت محاكماتك إلى مسرحيات وإلى مشاكسات مع النظام وإلى قلق النظام جاي بالصداع دل نفسه ليه لأنه ما عنده طريقة أخرى لما يشوف شخص لا يستطيع لا أن يشتريه بالمال أو أن يركعه بالخوف فهو مضطر للدفاع عن نفسه ينصح التعبير لكن أنا أقول لك الفترة هذه اللي عشتها أصعب شيء بالنسبة لي لم يكن ما أعانيه أنا وإنما ما تعانيه عائلتي يعني هي الناس تنسى أنه أكبر ضحية للقمع عندما يستهدف الشخص هو العائلة وليس الشخص لأنه أنت لما تكون عندك إرادة قوية تستطيع أن تتحمل أنا تحملت كل شيء لكن أنك تحط هذه البسؤولية على أهلك وكذا أنا عائلتي تدمرت يعني زوجتي طرت لم تستطع زوجتي فرنسية لم تستطع العيش تحت ظل التهديد كنا خايفين على بناتنا فأخذت بنتها وسافرت إلى فرنسا وبقيت وحدي بدون عائلة لمدة سنوات وسنوات وأنا كنت راضي بهذا لأنه بالنسبة لي كنت أخشى ما أخشاه يعني أنهم يتوجهوا إلى بناتيا ويعملونهم قضية ويصيرون لهم شيء القصة الأخرى هو كان عندي أخ اسمه يعني هذه النقطة سمح لي فيها أيضا لأن هناك عشرات الألاف من العائلات في مصر تعاني وهذا نوع من انعدام المرؤة عند الحاكم وعند النظام حينما ينتقم من العائلة حينما يمنع الزيارات عن المعتقل حينما يعزب الأطفال الصغار أيضا وليس فقط أبوهم بالضبط وهذه بالنسبة لي من أكبر الجرائم وتدل على حقارتها والناس الفوارق الأساسية التي كنت تلاحظها ما بين بن علي وما بين بورقيبة الحقارة الحقارة يعني بورقيبة كان تعذيب كان موجود الاعدامات كانت أكثر بكثير من بورقيبة أعدم لكن يعني الأسلوب اللي كان يتبعه بن علي في الكذب والإشاعة والتزييف والتدليس واستعمال النساء هذا شيء غير مسبوك يعني انخفض مستوى النظال العراك السياسي هو العراك السياسي موجود في كل بلدان العالم عندك مستويات من العراك عندك تواجه وأحيانا تواجه بقوة لكن تواجه في إطار معين اللي هو ما سميته بالمروان ثم بعد تنزل إلى درجة أخرى من الحقارة التي تستعمل فيها كل الوسائل يعني ما فيش حد ويمكن أن تنسل إلى ما بعد الحقارة وهو المصيبة الكبرى وهذا شخص ما فيش شرف في الخصوم وانا بالنسبة لي كرجل يعني عندي عقيدة أو كجنوبية أو كبدوية وكذا بالنسبة لي قضية الشرف هي قضيبة يعني حتى الخصومة لها شرف أيضا طيب يا أخي كل أسدا وكلني كل أسدا وكلني يعني أنا مستعد لكن هالناس اللي تتركهم بن علي مدرسة بن علي اللي هي ما زالت موجودة إلى حد الآن آخر شيء هي عندها الشرف لا تؤمن بهذا مفهوم هذا الشرف يعني بالنسبة لي هي بحاجة إلى تحطيمك كل شيء موجود تزوير تزييف الكذب الإشاع المال يعني انهيار الأخلاق جعل اليوم من السياسة بهذا الشخص بالعلي يعني أن السياسة أصبحت لا أخلاق ولا تكون وبالتالي تعفنت السياسة بكيفية غير مشبوقة يعني في حاجة قام بها بن علي في نهاية المطاف معك وهو فصلك من الجامعة في العام 2000 خلاص مصدر عيشك أنك أستاذ في كلية الطب خلاص لا سجن جايب معك نتيجة لا اعتقال جايب معك نتيجة لا اختطاف جايب معك نتيجة لا تطفيش زوجتك وبناتك من البلد جايب معك نتيجة سجن أخوك مش جايب معك نتيجة اقطع عيشه وافصله من الجامعة كيف تلقيت الخبر؟ كانت بالنسبة لي كارثة كارثة لأنه أولا أنا نستنسى نستنسى يعني غلبت صبغة السياسة والحقوق على أنني في الواقع طبيب وعشرين سنة اشتغلت فيها وفخور بأنني كونت أجيال من الطباء حتى لما أذهب إلى موريطانيا أو إلى بلد المغرب أجد طلبتي يعني وأشرفت على رسائل دكتوراه كثيرة وكانت أبحاث علمية يعني غزيرة ومتنوعة في الصحة العامة وكانت هذه كلذتي يعني بالنسبة لي السياسة كانت واجب كنت أقوم بهذا الواجب مكرها أخاك على بطل لكن لذتي في الحياة كانت الكتابة والعمل الطبي في الميداني فهم لما ضربوني يعني كانت ضربة قاسمة يعني لم أتحملها لأنه بين عشية ونضحة تجد نفسك أولا ممنوع من السفر عائلتك مش موجودة تجد نفسك محبوس في بيتك ولا تستطيع أن تخرج إلى الشارع لأنه إحدى تقنياتهم لما أحكي لهاك ولما كنت أخرج إلى الشارع كان دائما يبعثوا أوباش بالسب وبالشتم وبأسيا بلطجية بلطجية بتسموهم أي في تونس بندية نسموهم بندية يعني كانوا بلطجة في اليمن ده مصطلح جديد طلعي إنه في أوقت من الأوقات لما أكون أستطيع أن أخرج يعني فقط تخرج تتلقى أربع خمسة أشخاص نساء ورجال يا كلبيا اللي بيك اللي عليك وسنفعل لك وسنفعل لك ولغة منحطة وهذا بن علي ليه هذا أحتقل وهذا الرجل لأنه كان يستعمل هذه الأسالي شو رجل سياسي عمره فوق الخمسين ومعترف عالمين تسيب عليه بلطجية هذا مخبر بقى رئيس دولي يعني الحقارة يعني أنا بالنسبة لي اليوم القضية السياسية الكبرى هي يعني غلق هذا الملف الحقير وإعادة الحد الأدنى من الأخلاق للسياسة لكن هذا موضوع أخ سؤالك يعني أنت بعد ما فصلوك فصلوني بقيت في بيتي يعني فيش مورد رس وكل حاجة أفلوا عليك أنا والله من مدة سنة تقريبا أصدقائي لأنه أنا ما كنتش لستورج المال لم يكن لدي مال وفعلا كانت وكانت عندي بنتي تدرس في الخارج يعني كل أموالي كانت تذهب لها فأصبحت فعلا معوز يعني أصدقائي خاصة أخي مخلص روفيسور أستاذ في كلية الطب مع شهادات من أرقى الجامعات العالمية وقاعد مش لا يأكل مش لا يأكل لكن كان عندي من الحص الحظ أخويا مخلص اللي هو كان طبيب فكان هو اللي هو اللي وكنني يعني تقريبا عام ونص هو اللي وكنني وإلا كنت كنت الجوع يعني المهم هو أنه تقريبا عام ونص أو أقل شوية إلى أن يعني تدخل أنت حاولت السفر لباريس عدة مرات 6 أكتب 221 منعوك أنزلوك من الطائرة أسست حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في 2001 يعني كمان مش منظفة حقوق إنتان بقى لأنت تخلت في السياسة وعملت حزب وقررت تغرق بن علي بن علي كان يكتب عنه مقال واحد في صحيفة برة كان يصب بالهستير نعم ويسحب السفر ويجن جنونه فأنت الآن في عقر داره عملت له حزب وقررت فالظاهر في الآخر قال نريح رأسنا من الصداع ونخليه سافر بالضبط هل هذا ما حدث بالضبط هذا هو أنت غادرت تونس في ديسمبر 2001 نعم كان في نيتك تعود ولا في نيتك أنك رايح تبحث عن أكل عيشة أي أنت أستاذ بروفوسور في باريس في باريس في أي جامعة في جامعة باريس 13 في جامعة قليل طب وبيني ودرست فيها ثلاث سنوات وكنت أرفض طبعا أنت اضطررت لهذا نعم اضطررت طبعا لأن أنت قاعد سنة ونص ممنوع من الصفر مطرود من أكل عيشك وهو أرتاح منك شوية ولا أنت جيت صدعته هنا صدعته مش هذا فقط صدعته لكن أنا قلت لن أكون لاجئا سياسيا رفضت أن أأخذ بطاقة اللجوء السياسي وقررت أني أعود بالطيفة مسترسلة إلى تونس لأن الحزب كله كان موجود في تونس يعني كان بالنسبة لي من غير اللائق أنا أكون أنا مبسوط في باريس بس حزب غير رسمي لا ولا هم وبالعكس كان بالضروري أنا أكون أنا موجود لأكون معا فرجعت رجعت ثلاث مرات رجعت في 2004 2005 2006 وكل مرة كانوا يضيقون علي بكيفية رهيبة فأضطروا للخروج من 2006 لم أرجع إلا بعد الثورة لأنه أنا فهمت لأنه لن أستطيع أن أفعل شيء أني رجعت إلى تونس هنا كان عندي نقطة مهمة جدا أن النظام الفرنسي كان يدعم هذا الدكتاتور نعم بقوة الدول الغربية كانت تدعمه وتسني عليه إدوار بلدور قابل بن علي وأسنع على نظام بن علي في 99 رغم من وضع الاقتصاد المتردي صندوق النقد الدولي كان يمده بضمانات فرنسية وبطلب من الدول الكبرى هل يمكن أن تفسر لنا سر الدعم الفرنسي لهذا الدكتاتور ووقوف فرنسا موقف مخزي استمر حتى لبعد الثورة ليس فقط موقف فرنسا هو موقف الدول الغربية الكبرى كان نفسه وأنا لخص للأمر واحد كان يعني مستشار السياسي الأول في سفارة أمريكا لأنه استدعوني مرة للسفر لا أتذكر أنت وكانت فرصة نحكي معه فعهد بن علي قلت له تناقض يعني أنتم من الجهة يعني تدعمون الحريات الفردية أنهم تهتموا بشخص لأنهم كانوا يهتموا بالأشخاص لكن لا تهتموا بالسبب الأساسي لهذه الأشخاص قال لي شوف بكل وضوح إحنا بن علي ما عندنا مشكلة معها له ثلاثة أسباب وهي قال لي أولا هو أنه يضمن الاستقرار ثانيا هو فاتح الاقتصاد الليبيرالي ثالثا علاقته طيبة بإسرائيل ثلاث أشياء وهذا بالضبط ما كانوا يريدونه من كل المستبدين أنك تعمل استقرار أنك تفتح السوق حتى لو الاستقرار بالسيف طبيعي الحالة وهذا مفهوم المستقرار وأنك تكون علاقاتك طيبة بإسرائيل كل ديكتاتور عربي كان يعطي هذه الثلاث أشياء كان مضمن وكلهم كان يعطون هذه الأشياء ثلاث في العام 2006 أنت فكرت قنبلة كبيرة حينما دعوت الشعب التونسي من خلال شاشة قناة الجزيرة إلى العصيان المدني وسببت أزمة كبرى أبدأ معك الحلقة القادمة إن شاء الله من هذا شكرا جزيلا لك كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نوصل الاستماع إلى شهادة الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي في الختام أن قلوا لكم تحية تفريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة